خلال السنتين اللي فاتوا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفذت مجموعة من البرامج والمبادرات الدراسية للشباب الخارجين من بعض الكليات التكنولوجية المختلفة المبادرات دي كان هدفها هو دعم الشباب وتأهلهم لسوق العمل اللي بيعتمد دلوقتي على المهارات التكنولوجية الحديثة على سبيل المثال الرقمانة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي عشان كده النهاردة خلينا أقدم لكم اتنين من الشباب اللي قدروا ينجحوا ويحققوا هدفهم وبقوا من أصحاب الشركات التكنولوجية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي كمان بيشتغلوا في الشركات الكبرى الخاصة بتحليل علوم البيانات معانا النهاردة شباب مصر مريم أبو زيد إحدى المستفدات من مبادرة بنات مصر الرقمية تخصص علوم البيانات والمهندس محمد يعقوب أحد المستفدين أيضا من مبادرة بنات مصر الرقمية علوم الذكاء الاصطناعي صباح الخير عليكم نورينا في صباح الخير يا مصر كل سنة وأنتوا طيبين من مناسبة يوم الشباب العالمي طبعا وحضراتكم طيبين وصباح الخير على حضراتكم أستاذ المشاهدين إن شاء الله أهلا بيكم أنا طبعا ليدس فرست فهبدأ بمريم شكرا مريم خينا في البداية نعرف أستاذ المشاهدين أنت كنت درستي فين عرفتي إزاي عن مبادرة علوم مصر الرقمية وقدرت أني إزاي تشترك فيها نحكي لنا القصة كده أنا كومبيتر ساينس عن شمس 2018 واتخرجت وقعد ثلاث سنين بشتغل ويب ديفلبر عادي ببرمج ونعمل تطبيقات ورامج كده وبعدين كان الإعلانات على الفيسبوك وكده كده وفي المبادرة بدأت نازل أنه فيه مسترز ممكن نعملها طبع الوزارة طبع جامعة أطواف كندا ومنحة من كاملة يعني فحاستنا فرصة كويسة جدا أن أنا أخذ حاجة زي كده لأننا كنت عايزة أشفت شوية كرير المجال بتاعنا كبير قوي فإننا نغير من حتة إلى حتة ده كرير شفت الموضوع كبير مش فكرة مش حاجة بسيطة لا لا مش حاجة بسيطة خالص وبعدين هو كان لازم محتاج مساكلة كثير جدا وشغل كثير جدا فإن أنا أعمل مسترز في جامعة كبيرة كده كان الموضوع يبقى مكلف جدا ومرهق جدا وصفر ومواضيع وسنتين ثلاثة وكده فكانت المبادرة نازل أن هي سنة واحدة بس أنا محتاجة أن أسيب الشغل وأتفرغلات أبدا وكنت في الأول متوترة شوية لأن أنا شغالي بقى ليه كذا في الثالث سنين بس هو ما كانش فعلا أبشن يعني بعد ما دخلت المبادرة حسيت فعلا أنا كان لازم في الشغل أنت كنت ويبديفلوكور يعني بتنشئي المواقع الإلكترونية أو الأبليكيشن ماذا بقيت أو درستي؟ أنا دخلت هناك درست ديتا سائنس وإنتليجنس في جامعة أطوى في الماسترز يعني هي ماسترز وإنجينيرينج هي كده سنة 8 كورسز أو 7 كورسز وبعدين سنة وبعدها بقى شفتت بقى أنا بقيت ديتا سائنتست تلوقيت الشغل ديتا سائنتست بقى في شركة مكسب شركة مصرية بورتولاشة ديتا سائنتست هو تحليل علوم بيانات بزرط داتا أنالسز يعني هي عايزين نوضح برضو للناس ممكن ما حدش يبقى فاهم هوا ديتا سائنت عمتا إن إحنا عندنا إحنا دلوقتي عندنا معلومة كتير جدا وعندنا ديتا كتير جدا أستفيد منها بالضبط أخدها بقى أحللها وأشوف بقى هتفرق إزاي بقى في الماركت وإزاي أنا أبتدي أخد بيها قرارات وإزاي أروح بيها أهم حاجة عشان نقدر ناخد قرارات سليمة يا فكرة البيانات دي مهم جدا محمد أنت يعني من مبادرة حكومية قدرت أنك تعمل شركة هل ده المسج اللي عايز تقوله؟ خلينا الأول نوصل المسج الأول لإنشاء الشركة إحنا شايفين في الفترة الأخيرة اهتمام سيادة الرئيس بدعم الشباب بشكل كامل وشوفنا عام كامل للشباب تمثل في نتائجه إن كان فيه منتدى شباب العالم طبعا منصة شبابية عالمية قدرت تغير مفهوم التواصل مع الشباب على مستوى العالم فإحنا حاليا في فرصة عظيمة إن إحنا بيبقى فيه اهتمام كبير بالشباب وخصوصا شباب تكنولوجيا المعلومات فإحنا حابين إن إحنا الرئيس بيوجه إن دايما نكون فيه ريادة الأعمال موجودين بشكل كامل إن إحنا نغير مفهوم مش مجرد اللي هو الموظف العادي أو التقليدي فأوريدي في الماستر خلال الفترة كان فيه تقريبا ثلاث شهور درسنا مانجمينت وكان فيه صوفت سكيلز وكان فيه إزاي نحن ندير شركاتنا وإزاي نأسس شركات بالضبط وبنقدر إن إحنا إزاي نأسس الشركة بشكل كويس طبعا دفتني بشكل كبير وقدرت إن أنا أمانج الموضوع بشكل خلينا أقول مناسب أكتر للماركت عملت ماركت ريسيرش بدأت أفهم الماركت العقاري محتاج إيه أريد أن أمنفذ الشركة هي أول شركة في مصر متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي لمجال التطوير العقاري بلاص إن هي متخصصة أكتر في الفيرشوال تورز وده كونسي بتجديد لا استنى 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 إيه العلاقة الزكاء الاصطناعي بالتطوير العقاري أقال لك فيرشوال تورز أه أه أنا بمشي جوه الموضوع بريدي ماكت صح كده ولا لا خلينا أوضع لحضراتك الكونسيب بكرة أبقى هو الطب برضو على فكرة أه أه لا 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 إحنا ما حضراتك بالنسبة لذكاء الاصطناعي هو داخل في كل المجالات نقدر نستخدمه في الطب أو في الزراعة أو في التطوير العقاري وهنشرح كونسيب صغير كده إزاي نستخدمه في المجال الطبي وده أوريدي كان الجرايديووشن برويجيكتب بتاعنا في جامعة أطوى وزن الماستر بتاعتنا كنا إزاي نقدر نحن نشخص أمراضي القلب بيزد على حالات مرضية قديمة فبالـ AI أو بالذكاء الاصطناعي بنقدر نحن نستخدم الـ Data Science إن إحنا نبريدكت نقدر إن لو جات لكيس جديدة أقول له أنت عندك المرض مرضي القلب المعين ده بنسبة كم فأريدي أنا بساعد الدكتور وبساعد المنظومة الصحية كلها إن أنا بساهل عليها وبيبقى فيه بروسس أسرع شوية ده أوريدي كان الجرايديوشن برويجيكتب نيجي بقى اللي هو إزاي في المجال العقاري أو في صناعة العقارات طبعاً دلوقتي عارفين فيه مبادرة رئاسية صادرات العقارية بنسبة نتكلم تقريباً في 100 مليار دولار مبادرة 100 مليار دولار فلازم نكون موجودين على الماركت العالمي ونشوف الناس برا بتعملين الناس برا دلوقتي إحنا ممكن نكون موجود في بيتنا وأقدر إن أنا أفتح مجرد موبايل أبليكيشن بيفتح للكاميرا بتاعتي من خلال كونسبت عندنا في الارتفاشيال انتليجنس أو في الزكاة الاصطناعي بنقدر إن إحنا اسمه الكمبيوتر فيجن أو إن أنا إزاي يخلي الكمبيوتر أو الموبايل يشوف كأنه زي الإنسان بالزبط فأنا ببدأ إن أنا ممكن أفتح كاميرا الموبايل بتاعتي أو من خلال جيم أعمل جيم على التوتش سكرين زي بابجي كده نقدر إن إحنا نفتح ونتحرك داخل المكان وأنا موجود في مكاني فقدرت إننا من خلال الموبايل أنزل الحاجة قدامها حيائية لا أريد المكان بالزبط والمكان هيفتح ما تحرجنيش قدام جوانا لا 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 أبدأ خدرك فان صح طبعا فقدرنا إن إحنا نطور المنظومة بالنسبة لنا هيبقى لها استفادات كبيرة جدا الماركت العقارة هيقدر إن هو يستفيد منها في إكسبورت نجريل إستيت برا مصر يقدر إن هو يستطر يعني فكرة التطوير العقاري أو العقارات المصرية يقدر لبرا يشوفها بالزبط كده من خلال هو دلوقتي لو حاب إن هو يعمل معرض حاليا كان في معرض فترة أخيرة ممكن في أمريكا وكان في السعودية فالموضوع ممكن يكون مكلف بالنسبة له مشكل كبير لكن لو هو قدر إن هو يطلع عن من خلال مكان وإنفيرومنتس مختلفة فيقدر إنهم يمركت بيهم بشكل كويس يوصل الكلينت بتاعه اللي هو موجود برا مصر سيان في الخليج يبقى إحنا قدرنا نستهدف اللي هو الكطاع الخارجي ونقدر ندخل الإستثمارات لمصر بشكل كبير فهيساعد البلد لإنما هو بشكل كبير معنى ذلك إن في شباب قدروا إن هم بمبادرة حكومية بتعليم حكومي اعتخدوا كمبيتر سيانس خريك الجامعة بالزبط إن هم يطوروا نفسهم ويبقوا رواد لمجرد إن هم كانوا إيجابيين وقدروا إن هم يعملوا حاجة ذلك فصراحة أنا ما كنتش متوقعة خالص إنه الوزارة تدفع المبالغ كبيرة جداً للمبلغ يعني إن إحنا خدنا كورسز أصلاً زي ما هو يعقوب قال بردو الحاجات تاعت الماركتينج والماركتريس والسيلز والحاجات ذي كخدناها وخدنا كورسز إنجليش بردو وخدنا كورسز تابع دل وتابع شركاتها كبيرة غير الماسترز وإحنا ما كناش قليلين يعني إحنا كنا دقيماً مية واربعين طالب أو حاجة فما كنتش متخيلة صراحة إن الحكومة تصرف الصرف كبير جداً ده على يعني حتى بره لما كنا مندخل في المحضرات وكده هيا مجانية وكان فيه أنشطة وفيه كل ايضاً فكانوا برة حتى يقولوا حتى أنت الحكومة عملينا كل اي عico الجامعة كنت مستغربة جداً في صراحة فرصة توضرات جداً بعد ما خلص هو كانت ده خلاص يعمل شركة وبقى انترفنور وباش مهندس للدنيا عنده شركته انتي تفرغتي كنت بشتغل مدة ثلاث سنين وتفرغتي لمدة سنة كاملة بعد ما خلصتي كانت ايه الخطة بتاعتك؟ هو انا بعد ما خلصت راحة كنت متوترة شوية كنت خايفة شوية ان انا مرجعش بقى يعني اكتر من اللي انا سيبته فبالعكس ان ده لقيته على طول انا يعني بالزبط بدأت الماسترز واحد ستة عشرين وواحد ستة اتنين وعشرين كنت بشتغل فخلصت الماسترز وبدأت اقدمت في شركي كتير جالي انترويوز كتير وخبرتي برضو السابقة برضو كانت نفعتني شوية ان انا ارادي معي فان انا ادخل كمان في الديتا ساينز فان اتس بلاس يعني فان انا دخلة انا دخلة بشرفت الكرير ده لان انا عايز اعمله وان انا خلاص انا هشرفت الكرير وهغير وهاروح حاجة جديدة وهتعلم حاجة جديدة هبتدي فيها لانه كمان السوق في الديتا ساينز او في الارتفشيال انتاليجنز او في الماشين ديرننج الحاجات دي في مصر الفيلد لسه مش لسه اخدر اوي بكر اه بجال واعد ولسه بالزبط فهما ما عفيش اوي ان انت تدخل الفراش جراد او انت ما عندكش اي خبرة هما يعلموا او كده هما عايزين حد يخش معاه خبرة يلا فان انا اشرفت الكرير ده ما كانتش هينفى اعماله راحتي كان لازم ابقى درسة كان لازم ابقى معي تكنيك الاسبيرينس كبيرة وانا قرادي شغالة فما كانتش ده هحققوا يعني هعملوا ازاي فده لقيته على طول بعد الماسترز خلاص انا رايحا لهم بقى انا معي ثلاث عاملينس معايا ماسترز من جامعة بره معايا بروجيكت معايا بروجيكت معايا بروجيكت معايا بروجيكت معايا كورسيز معايا كتير فالأوبرتينسي جات على طول يعني طيب معقوب النهاردة اليوم العلامي للشباب العالم بيحتفل بالشباب احنا هنا في مصر عندنا شباب قدروا ان هما يعملوا حاجة واستفيدوا مبادرات حكومية ويشتغلوا نفسهم ويطوروا نفسهم وفي شباب ربما يكون محبط ومكتئب وشايف ان الدنيا سواد وخلافه عندنا انه نموذجين يعني احنا مش هندفن راسنا في الرمل احنا عندنا ده وعندنا ده تقول ايه لده وتقول ايه لده من وجهة نظر شاب ربما بقالي الامكانيات من جامعة حكومية بمنحة حكومية قدروا ان هو يحقق حلم ويبقى عنده شركة في سن صغير يعني ايه لوجهة نظرك وتجربتك تقول ايه يعني تمام يعني انا خلينا اخد الموضوع من منظور مختلف شوية بالنسبة للشباب انت تقدر تشوف يعني بالمصطلح الدارج اكتر نقدر نشوف نص الكبال اللي احنا عايزين بالضبط فلو انت عايز تشوف نص الكبال المليان قريدي هتبقى متفائل يعني فيه حكومة بتقول المتفائل زي ما يعني يرى فوق الشوك وردة فهو قريدي هو شايف الوردة مش شايف الشوك فاحنا من المنطلق ده محتاجين ان احنا نوري الشباب اكتر ده هيبقى دور مجتمع اكتر منه دور حكومي دور مجتمع دور منظمات اهلية او دور حضراتكم في الاعلام بنقدر ان احنا نوجه الشباب او نوريهم الجانب الايجابي من الموضوع زي ادر رسالة التانية للشباب نفسهم الدولة حاليا في الفترة الحالية مهتمة بقطاع الشباب بشكل غير مسبوك في كافة الكطاعات لازم تستغلي الفرصة وتحسن استغلالها بشكل كويس وتكون قوة دعمة لبلدك تطلع بيها باقتصاد بلدك لقدام ما تكونش شوكة في ظهر بلدك ده الرسالة اللي نفس كل شاب يكون سامعها بشكل كويس ويكون شايف العالم برا بيحصل فيه ايه وبلده فيها ايه والنمو اللي حاصل اه عارفين ان احنا لسه قدامنا اخدنا خطوة في كل المجالات خطوة من الف خطوة بس محتاجين نكمل عليها ونكون ايجابيين ومتفقلين عشان نقدر اه بالزبط ويكون عندنا باشن بشكل كبير ونقدر شغف يعني اه شغف وطموح ان احنا نكمل المسيرة والحجر اللي موجود نبني عليه ما يعني ما نشوفش الموضوع بشكل سوداوي او صعب وهو مش كده احنا قريدي اخدنا خطوات لقدام محتاجين نكمل عليها بشكل كبير انا هاخد من كلامك بقى باشماندس واروح لمرين للأسد كان فيه كده مش هقول ثقافة بس معتقد انه اي مبادرة حكومية اي ورش عمل حكومية لا بتبقى الكويشس فيها مش قد كده مش قوي مش هتؤهل لحاجة هخلصها ومش هوصل لحاجة لغاية يمكن انا قابلت الحقيقة كان ليا الشرف وقابلت مجموعة كبيرة من الشباب اللي تحقوا بمبادرات مصر رقمية هم اتكلموا عن فكرة انهما التفاجئوا من المواد المقدمة ومستوياتها وما كانوش متخيلين انا عايز يسألك بقى وانت يا ماريم رايحة تلتحقي بالمبادرة ما كنتيش مقلقانة من الموضوع ده اللي هو انا رايحة مش عارفة هستفيد ولا مش هستفيد وتفرخ سانة انا كنت قلقانة جدا يعني انا اصلا حتى السبورت مثلا او الدعم من الحوالية او من البيت او كده كان الناس كلها متقطار لو انت بتسيب انا شغالة في انترناشنل ولا شغالة في شركة عالمية يعني مكبيرة وبقبت كويس جدا وانت سايبالي كل ده بقى وراحة في اللاشئ فكان طبعا كان قلق كبير يعني وفي الاول برضو شوية اول شهرين ولا حاجة الموضوع كان مخضى يعني انا بعملي هنا فلا كان خضى كبيرا امتى تطمنت امتى تطمنت انا ابتدنا بقى ندخل بقى مع الجامعة يعني في الاول احنا المنحة كانت سنة كاملة في اول ثلاث شهور ما كناش لسا ندخلنا مع الجامعة كنا بس بناخد الحاجات اللي هي الصفت سكيلز والماركتنج والريسيرتش والحاجات دي والانجليش وبعدين يا مبتالي نخل مع الجامعة بقى حاسب بقى ان خلاص الموضوع بقى جد بقى خلاص احنا للوقتي يلا هنخلص انا اصلا انا كنت عندي عندي هستري مع حاجات وزارة للصلاة يعني برضو في سنة رابعة كده ولا في سنة ثالثة دخلت برضو خدت برضو في مبادرة كده اسمها ناكست تكنولوجي ليدرز برضو بناخد كورسز من يوداسيتي او يوديمي وكده والكورس اصلا بعشر تلاف دولار يعني كنت برضو خدت منحة فيها وخلصت وكده وكان هو اصلا يعني كورس من منصة عالمية ومش حاجة مصرية وكان حتى الرفيوز من البروجيكت او كده بتيجي من حد بره مش حد من هنا فكنت عارفة ان حاجات وزارة الاتصالات كويسة وانا اصلا كمان انا بشتغل مدربة في الاولمبياد المصرية المعلوماتية اللي هي بتاعت الاولاد من تانية عدية لتانية سنوي بنعليهم ببرمجة وبندخل بقى بهم مسابقات على مصر وبعكاية بنفسه في العالم فانا شايفة برضو انا عارفة انه الصغارين دول لا احنا يعني يعني انتي كمان بتؤسسي بليل تاني اه بالضبط انا انا بورتم سيستم ده فانا مستقى فيه يعني انا عارفة انا بورتم منه وبعمل عليها جدا والناس اللي معايا بنعمل علينا جدا وبنشوف فعلا قد ايه انه احنا من غير حياة بنقادمين فعلا بننور لهم نور جديد كده جماعة في حاجة اسمها برمجة وانت افتاني على ادي ده مكانش بيحصل يعني ده كنت اتمن ان ده يحصل معايا يعني وبيسافروا بياخدوا منح بقى من اما اي تي بره وبياخدوا منح بقى من جامعات بره ومنهما في سنوي يعني فبتديت اتمن اول ما بتدينا نخش في الجامعة وبتديت بقى خلاص ان انا اني في جيل جديد جاي حيشيل المسيح بكتير الوعي مش منطقي يعني احنا احنا ساعتها ما كناش عندنا الوعي بتاع البروغرامينج ده خالص ولا حتى واحنا ندخلين الجامعة كلنا عايزين ندخل هندسة وخلاص محدش عايز ادخل كوببيزو شاينز قوي محدش فاهم هيعمل ايه فان احنا الاهالي نفسها يعني الولاد كلهم جايين اغلبهم فيه ناس مهتمة لوحدها وفيه قولك اسل بابا قال لي تعالى روح او بابا قال لي اخش هتقول ايه الشباب اللي هو عايز يخش للمنح دي ولل هل شرط ان هو يكون خريج كومبيوتر ساينز او ليه علاقة ولا ممكن يبقى مثلا خريج بيزنس او ادارة لا خلاص احنا معنا ناس حتى في الشغل خريجة صيدلة يعني وخريجة اسنين وبيشتغلوا عايزة في الكمبيوتر ساينز هو اصلا يعني هو اي شغل مفيوش تاك او مفيوش مفيوش بروغرامنج او مفيوش حاجات دي خلاص الشغلانات دي هبتدي لوحدها كده هتقع هتقع يعني احنا خلاص كل مهنة لازم يكون فيها داخل فيها التكنولوجي والبرغرامنج يعني مفيش مهنة ما نقدرش نقول ان هي هتقع لكن بالعكس اللي مش هيبقى دارس في اي مجال التكنولوجيا المتعلقة بيه هنا هيحصل المشكلة بزبط هو الموضوع كمان بيجري احنا بنجري والتكنولوجيا عمالة تزيد وبتتغير فهي لو احنا ابتدناش نلحق وحلو ان هو الاجيال الجديدة ابتدت عندها وعي بالموضوع ده والشباب دلوقتي بقوا عايزين يدخل الكمبيوتر ساينز اكتر وعايزين يروحوا على التكنولوجيا وعايزين تعليموا البرغرامنج هم كنا مستنين الفرصة واعتقد احنا شايفين فرص دلوقتي بشواندس هنتقل ليج سريعا جدا ميسج تقولها او رسالة تقولها لشباب عايزين يبتدوا مشروعات خاصة بهم وخايفين اه تماما في البداية طبعا ما تخافوش ودي مش مجرد كلمة بس ما تخافوش دي راجع وراها بروسس لازم نقولها ما تخافوش ده لازم تكون تواصل في نفسك عارف هتعمل ايه اه تكون عامل ماركت ريسيرش كويس اللي فادنا في دارس السوق يعني اه بالضبط اه عشان اداتنا صورة تانية صحيح الصورة تانية من خلال ان احنا يكون بالنسبة لنا شايفين اللي هو التسوفت سكيلز المانجمينت سكيلز الليدرشاب سكيلز بنقدر من خلالها ان احنا ناسس الشركات بشكل كويس وفي نفس التوقيت لازم يكون يشتغل على قل فترة معينة اخد اكسيبيريانس كوية يقدر ان هو يبنى عليها ويكون التيم بتاعها بالتوفيير لهم دايما ان شاء الله النماذج مش هتنتهي مصر ولادة دايما نظمان وعندنا نماذج فعلا قدرت ان هي فعلا تشتغل على نفسها اهو قدامنا نماذج حية قدرت ان هي تاخد منحة من وزارة الاتصالات وتعمل نقلة في حياتها بشكل كبير جدا وتثبت ان الشباب المصري قادر ان هو يعمل لو بس استغل الفرصة ولو اتيحت لي هذه الفرصة طبعا نشكر مريم ابو زيد احدى المستفيدات من مبادرة بنات مصر الرقمية تخصص علوم البيانات وايضا المهندس محمد يعقوب احد المستفيدين من ودرة بنات مصر الرقمية علوم الذكاء لاستناعي نورتونا شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا